سين ان بتنقل الازمة تكتب تقرير عن الازمة تفاقمت ازمة نقص الدواء في مصر بعد انتشار شكاوى عديدة من دفع نواب الى التقدم بطلبات احطر الحكومة للتدخل الفوري ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي كان بيتكلم عن تحريك جديد للأسعار القائرة 24 نقلت ايضا عن وزير الصحة ان هناك نقص في الادوية عدم زيادة الاسعار ياريت زملة يطلعوا الاخبار على الشاشة عدم زيادة الاسعار حكم على الصناعة بالتوقف واتكلم خالد عبدالغفار ان في وجود نقص في بعض الاصناف الدوائية خلال الفترة الماضية وده اثر على المخزون الاستراتيجي والمنتج المحلي ايضا وقال ان الدواء زي وزي اي سلع في مكونات دولارية وده بيترتب عليه المرور ببعض الازمات اتكلم كمان وزير الصحة معرفش ده يعني اعلقته بنقص الدواء لكن هو قال ان مصر استضافت عشرات الالاف من مصابي غزة معرفش جاي بالرقم ده منين ولم تقصر في تقديم الخدمات الطبية الى جانب الازمة الاقتصادية تأثرت سلاسل الامداد على توريد الخامات وزير الصحة كمان اتكلم انه هيكون في تحريك في اسعار الادوية في خبر لصحيفة الشروق المصرية قال الدكتور خالد عبدالغفار انه هيكون في نسبة تحريك اسعار الادوية ستكون بين خمسة وعشرين وثلاثين في المية فاكرين توفيع كاشا مش كده توفيع كاشا طلع من الكهف بتاعه وكتب تويتا مبارح تعالوا نقراها مع بعض كده انا لا اجد حقن السكر ولا دواء الضغط ولا دواء الجهاز الهضمي الخاص بي ولا باقي الادوية التي اتناولها يوميا هل مصر تشهد اكبر ازمة في تاريخها منذ الفرعنة في الادوية حتى ادوية البهايم التي اربيها لا اجدها فتوفيق بيساوي نفسه او بيسأل يعني ان هل هو والبهايم اصبحوا سواء طيب على طريقة مصطفى مدبولي طلع خالد عبدالغفار عشان يدي وعود ما هي الحكومة دي ماشية كده ماشية بالوعود اضرب اي رقم باي تاريخ وعلى الله محدش يدور ورانه مصطفى مدبولي خالد عبدالغفار نقلا عن موقع مصروي طلع قال ايه هذا موعد انتهاء ازمة الدواء تعالوا نشوف يا جماعة هاي خلاص امتى قال الدكتور خالد عبدالغفار نايا برئيس الوزراء وزير الصحة انه احنا عارفين ان عندنا مشكلة في نقص الادوية وانه خلال الشهور القليلة القادمة لن يكون هناك نقص في الادوية المستوردة او المحلية باي شكل من الاشكال وهنخلص القصة دي بشكل سريع جدا